بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله أعداد الإصابات بتزيد يوم بعد يوم فهل هيتم تأجيل الدراسة وخاصة أن هي أوشاكت على الاقتراب تعالوا مع بعض نعرف التفاصيل من وزارة تربية والتعليم شفنا منشورات على الفيسبوك بتقول أنه فعلا هيتم تأجيل الدراسة وزارة تربية والتعليم خرجت عشان تكشف حقيقة الموضوع ده خاصة مع ازدياد أعداد الإصابات كشف مصدر مسؤول بوزارة تربية والتعليم إن ما يتم تداوله في الساعات الماضية من موضوع تأجيل الدراسة الكلام ده كله مجرد إشعة مفيش تأجيل الدراسة وأكد المصدر إنه لا نية لوزار التربية والتعليم إن هي تأجل الدراسة في العام الجديد 21-22 لحد الآن إحنا ملتزمين إن الدراسة إن شاء الله هتبتدي يوم 19 والحقيقة كمان إن مش بس الدراسة هتبدأ يوم 19 كمان وزار التربية والتعليم فعلت مجموعات التقوية علشان تقضي على الدروس الخصوصية وتخفف العبء عن كاه الأولياء الأمور ويأكدت وزار التربية والتعليم على ضرورة استكمال الخطة اللي هي الخاصة بتطعيم جميع العاملين بالتعليم الحكومي والخاص والدولي السؤال هنا في حال ازدياد الإصابات وتخطيها الألف إصابة بعدما الطلاب تدخل إن شاء الله هل لو لقدر الله حصلوا الإصابات زادت عن الألف هل الطلاب هيستمروا في الذهاب للمدارس خاصة إن وزير التربية والتعليم أكد إن السنة الحضور هيكون يوميا بدلا نتعرف عليه في الفترة القادمة